موسيقى أخبار المنتصف من يمن شباب معكم إشام الزياد وأماني علوان وتتابعونا معنا اللجنة الرئاسية والسلطة المحلية في تعز تؤكدان في اجتماع موسع ضرورة المضي قدما في استعادة كافة مؤسسات الدولة ورئيس الوزراء يدعو سلطات وأهلس قطرة إلى عدم السماح بالعبث بأمن والسقرار الأرخبيل والسدادات لإشارة كتل سياسي الجنوبي دعم لشرعية وتتابعونا معنا الميليشيا ترترف بمطرع قيادي ميداني رفيع في البيضاء والحكومة تؤكد جمع أدلة ووثائق عن تورط الميليشيا في جرائم حرب تمهيدا لمحاكمتها البداية من تعز حيث أكدت اللجنة الرئاسية في اجتماع موسع له اليوم مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة على المضي قدما في السعادة وآسسات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار وصولا إلى استكمال تحرير المحافظة ودحر ميليشيا الحوثينة الإنقلابية الاجتماع عقد برئاسة محافظة تعز دكتور أمين محمود وحضور رئيس لجنة الرئاسية نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن الصالح قائد زنداني وقائد المنطقة الرئاسية الرابعة لواء الركن فضل حسن وعدد من القيادات العسكرية والأمليكية وأكد الاجتماع على السمرار إخلاء كافة مقار المصالح الحكومية في المناطق المحررة من عاصمة المحافظة على مراحل وفق معايير الأهمية والأولوية وقال محافظ تعز أنه سيتم إخلاء كافة مقار المصالح الحكومية في المناطق المحررة من عاصمة المحافظة على مراحل وفق معايير الأهمية والأولوية وأوضح أن خطة الإخلاء سوف تشمل كل الأماكن داخل المدينة وإصلاح الأذرى الناجم عن الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوث الإيرانية وتجهيزها للعمل بما يخدم السكان وأشار المحافظ إلى أن تعز تشهد تحولات مهمة تتمثل باسترجاع المؤسسات والمكاتب التنفيذية وبسط سلطة النظام والقانون في كل المناطق داخل المدينة وذلك عبر أدوات الدولة المتمثلة بالجيش الوطني والأجهزة الأمنية كما أكد محافظ تعز عزم سلطة المحلية على تطبيع الأوضاع وبذل الجهود لتمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها في خدمة السكان وحماية حقوقهم ومصالحهم العامة والخاصة بما يضمن عودة الحياة والأمنة والاستقرار في ظل التركيز على الهدف الرئيس والمتمثل باستكمال تطهير المحافظة من الميليشيات الحوثية الإنقلابية كما قال محافظ تعز أمين أحمد محمود إن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية نجحت في نزع فاتيل الفتنة بين كتائب أبي العباس وقوات الأمن في تعز نعم وكشف المحافظ في تصريحة لصحيفة عكاضي السعودية أن الأجهزة الأمنية في المحافظة تسلمت جميع المقار الحكومية التي كانت تحت سيطرة الكتائب وأوضح أنه تم تسلم جميع المقار الحكومية والمباني دون ستناء وأن أجهزة شرطة بدأت ممارسة أعمالها في المربع الأمني الذي دارت حوله الخلافات بين بعض ألويات الجيش الوطني ونوها محافظ تعز بدور قوات التحالف العربي ودعمها لا محدود لسلطة المحلية في تعز قائلا التحالف العربي إخواننا ودائما إلى جانبنا ونقدر كل ما يقومون به وهناك تعاون كبير ودعم غير محدود لما يقدمه لنا وتسلمت لجنة الوساطة العسكرية أمس مباني إدارة الأمن والمالية والبريد والضرائب ومنشآت بيت هائل سعيد من كتائب أبي العباس وسلمتها للأمن الخاص والشرطة العسكرية وقوات الحرس الرئاسية نبقى في نفس الموضوع حيث محافظ تعز أطلع رئيس الجمهورية عبد الربو مصور هادي خلال اتصال هاتفي على نتائج عملية تسلم المقار والمؤسسة الحكومية الواقعة في المربع الشرقي وتجاوب الوحدات الأمنية والعسكرية مع هذه التوجيهات وأكد الرئيس هادي اهتمام الحكومة الشرعية بتطبيع الأوضاع في محافظة تعز واستكمال تحريرها بما يسهم في رفع المعاناة عن سكانها وقال الرئيس هادي إن تحرير تعز يعد أولوية ملحة لدى الشرعية وأضف أن ميليشيات الحوث الإيرانية عاثت في المحافظة ومختلف المحافظات اليمنية فسادا وظلما وتسببت في معاناة الشعب اليمنية تنفيذا لأجدة إيران التي تحاول عكس تجربة وليكة الفقيه على اليمنين كما شدد الرئيس هادي على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل أمن تعز واستقرارها وإعادة الحياة إليها مثمنا جهودا ودعم دول التحالف العربي لجهود شرعية في إعادة بناء ما خلفته تداعيات الحرب الإنقلابية الحوثية الظالمة من جانبه قال محافظ تعز أن تسليم المقرات الحكومية سوف يسهم في تطبيع الأوضاع في المحافظة وإعادة الحياة إليها بالتزامن مع التحركات العسكرية التي تشهدها مختلف الجبهات لاستكمال تحرير محافظة من ميليشيات الحوث الإنقلابية وإنهاء الحصار الذي تفرضه على بعض المناطق إذن ولمزيد من التفاصيل حول متابعة نتائج الحملة الأمنية وأيضا اجتماع القادة العسكرية بنائب رئيس هاية الأركان في تعز ينضم معنا عبر الهاتف ناطق الجيش بتعز العقيد عبد الباصط البحر المتحدث باسم محوري تعز أرحب بك بداية سيادة العقيد وإذن نتحدث عن الاجتماع الذي ضم قيادات عسكرية عليا داخل محافظة تعز ربما هذه أول مرة يعقد اجتماع بهذا المستوى اجتماع للقادة العسكريين هل من الممكن أن تخبرنا عن ما تمخض عنه هذا الاجتماع وما هي التوصيات؟ حيات الله وحيات الله المشاهدين جميعا الحقيقة تعز شاهدات حدثين هامين الحدث الأول تمثل بتسليم دقية المقرات الحكومية والمؤسفات الأهلية إلى اللجنة الأمنية ومثل في قوات الأمن الخاصة والسلطة العسكرية وقوات عمليات المحور والحماية الرئيسية والحادث الآخر كان هو زيادة وضع عسكري رفيع المستوى من رئيسة الارتان الرح نائب رئيسية الارتان وصيادة المنطقة العسكرية الرابعة وأيضا قائد الاستبارات العسكرية وهذا الوضع فور وصوله بالأمس إلى تعز باشر بعقد اجتماع قارع مع الثقوة قابة الأنوية وقائد المحور وقابة الأجنزة الأمنية والعسكرية واليوم أيضا صباحا تم اجتماع موسع لبنى الأمنية قائدة الأنوية والمحور وسلطة المحلية ومصلاة بالله محافظة المحافظة وكان الانتماع إيجابي كما تأكيد فيه على هدف زيادة الوضع بالإقلاع على الوضع الأمني والعسكري في تعز والإقلاع على وضع الجبهات وأيضا زيارة معنونية بمتينة تعز لأبناء تعز والوهد حقيقة أشاب لما تتحل به تعز أيضا من الحكمة ومن أيضا الحب المؤسسية والانتزام بالدولة ونجدان الجميع لعوضة الدولة ومؤسسات الدولة الرسمية والحلول التي تمت والآلية التي تم فيها تسليم بقية محرات المرتفع الشرقي وكذلك دراسة تسليم بقية السيادة العقيد نعم هذا بما يتعلق بترتيبات بسط سلطة الدولة داخل محافظة تعز إذن من خلال هذا الاجتماع وهناك قضية مهمة أيضا يعني تشغل تبكير الناس في محافظة تعز وهو تحريرها أيضا من ميليشيا الحوثيين مضت فترة طويلة منذ أن أعلن محافظة تعز إطلاق عملية تحرير واسعة وإيضا قيادة المحور تعز والقيادات العسكرية إطلاق عملية تحرير واسعة لمحافظة تعز من ميليشيا الحوثيين هل ناقشت هذه القيادات برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان آلية الاستمرار في تحرير الجبهات لها سيما وأن قائد محور تعز اللواء خالد فاضل كان قد تحدث أنهم يعانون من نقص في إمدادات العسكرية وأيضا اليوم أو بالأمس ظهر وكيل محافظة تعز عارف جامل وتحدث بأن هذه العناصر التي كانت موجودة في المؤسسات والمقرة الحكومية ستتجه إلى الجبهات إذن ما هي الجزئية التي ناقشها الاشتماع فيما يتعلق بالجبهات العسكرية ومواجهة الحوثين وتحرير مدينة هذه القضية كانت على جدول الأعمال تم وضع الوضع العسكري سواء من قبل آخر المحافظ أو من قبل الأقعاد المحور والقاعد العسكريين على مجمل الموقف والوضع العسكري والأمني في المحافظة المحافظة اليوم تقاتل في جبهتين الجبهة الخاربية بإسجاه العدو الخاربي الميليسيات الإنسلادية الحيوثية المتمردة التي تحاصل المدينة منذ ثلاث سنوات وهناك أيضا العناصر الخارجة عن الخانون وبخط هيبة الدولة وسيطرة الدولة واستعادة كافة المقرات والمؤسسات الحكومية إلى إطار الدولة وهذه القضية طرحت بالابتماع وطرحت من تطلبات التحرير استكمال التحرير وأيضا انكسر الانتصار ومنكسفهم كبير إن شاء الله بهذه القضية يعني بما يتعلق بالحملة الأمنية ما أفهمه الآن بأنه تم تأمين المنطقة كامل وعادة الحياة إليها بشكل طبيعي الآن بس ينتظر عملية تأهيل هذه المقرات الحكومية ليعود الموظفون لأداء واجباتهم ووظائفهم طبعا تم تأمين هذه المنطقة وتم تواجد وتمرط الصوات من اللجنة الأمنية في هذه المقرات والآن منذ اليوم الصباح صباح اليوم بدأت تباشر المقاولين والعمال بدأوا تباشر عملية الترميم للأدوار على الأقل الأدوار السفلية لهذه المقرات لتكون جاهزة لعودة الموظفين إليها الموظفين الرسميين ومعرفة معهم الرسمية والحكومية انتلاقا من هذه المنطقة طيب سيادة العقيد في وقت آخر كان معنا نجيب قحطان مدير الإعلام في محافظة تعز وتحدث عن أن هناك مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة سيتم فيها تسليم المقرات الحكومية أو الخاصة أو ما إلى ذلك إلى دولة مرة أخرى في المناطق الشمالية والغربية ووسط المدينة أيضا إلى أين وصلتم في هذه المراحل؟ هذه خطوة لاحقة إن شاء الله سيتم استكمال تواجد الأمن واللجم الأمنية على شمال المربعات ستصبح شعر بلدات الله مربعاً أمياً واحداً وأيضاً سيتم إخلاء المؤسسات الحكومية والحاصة إلى الجهات الحاصة بها وخروج المجامع إلى الجفهات وإلى الأماكن البديلة التي ستهيأ لهم إذن هل تتوقعون أن تواجهوا مشاكل كالذي واجهتها في المربع الشرقي؟ نحن نتفاعل خيراً وإن شاء الله أن تكون الأمور عقلت فالدوران قد بجأت وقد اتضحك الصورة تماماً واستوعب الجميع الدرس وإن شاء الله أن تكون الأمور قصير بالاتجاه الصحيح وتعود الدولة ولا تجد أي علاقة ممانعة من أحد بل تشهيل عمل الدولة وعمل اللجنة الأمنية والانتشار الأمني في كل المربعات نعم سيادة العقيد كنت قد تحدثت قبل قليل أن هناك في تعز قضيتين فيما يتعلق بالجانب الأمني والعسكري وهناك جبهتين كانت في الداخل في ترتيب الأوضاع الأمنية داخل مدينة تعز وأيضاً عملية تحرير المحافظة الآن تم انسحاب هذه العناصر من المقرات الحكومية ما هي الخطة لدى الجيش الآن بأخذ هذه العناصر سواء من أي فصيل عسكري كان وتوجيههم إلى الجبهات ومواجهة الحوثين في هذه الجبهات وتحرير المدينة هنا خطة كاملة وضعت بهذا الغرض لإطلاعاً للانتشار الأمني وتواجد الحملة الأمنية واللجنة الأمنية في كل المربعات وفي تأمين للحقوق العامة وخاصة حق المواطنين وهناك أيضاً خطة أيضاً لتحريط الجبهات واستثمال عملية التحرير وأيضاً الاتفادة من الطاقات والخدرات الموجودة في عملية استثمال التحرير لتعز إن شاء الله إن شاء الله طيب سيادة العقيد كنت قد تحدثت كثيراً في مداخلات مع قناة يامن شباب عن الأمكانية العسكرية الضئيلة التي تمتلكونها خاصة وأن المعارك مع ميليشي الحوثين انتقلت إلى مناطق مفتوحة وهو ما يفترض بأن يكون هناك آليات ثقيلة تستطيعون فيها مواجهة الحوثين هل طرحتم مسألة الثلاثين الآلية التي تحدثتم عن استلامها من التحالف وكيف ستجري في عملية التحرير خاصة وأنه خلال الاجتماع كان هناك قادة عسكريون يستطيعون أن يساهموا في عملية تزويد الجيش الوطني في مدينة تاز بهذه الآليات العسكرية أولا لم يتم استلام شيء كان هناك وعود أنا تحدث عن وعود ذكرها لنا المحافظ أن المحافظ تلقى وعود من التحالف بتجهيز ثلاثين عربة والمقصود ثلاثين فاقم عسكرين للحملة الأمنية وللنجنع الأمنية لكن لم يتصل هذه الأطقم حتى الآن إنما هناك وعود متفاهم بضرورة دعم الحملة الأمنية لبعض الأطقم الأمنية والعسكرية يعني الدعم يتعلق فقط في الأطقم العسكرية البسيطة المتعلقة ببسط سلطة الأمن داخل مدينة تعز ولا يتعلق بالجبهات العسكرية التي تحتاج إلى سلاح ثقيل تعملون من خلاله على تحرير المناطق التي ما زال حوثيون يسيطرون عليها هذا الملف ذكر ثلاثين أنه ملف مطروح بطوار وتم تقديم التقديم رسميا للخلبات المهمة لتمثيث المهام الموفلة وهناك أيضا بعود وتفاهم سواء من الحكومة الشرعية أو الشقاء في التحالف العربي لدعم عملية استكمال التحرير بتعز وتعمل ديش الوطني بما يحتاجه من آديات وإنساء الله أن هذه المعودة ترجم إذا وقع عملي خلال الأيام القادمة إذن نبارك لكم بداية سيادة العقيد نجاح المرحلة الأولى من تحقيق أهداف الحملة الأمنية في مدينة تعز وبتوفيق أيضا في المراحل القادمة أشكرك على انضمامك معنا العقيد عبد الباصط البحر المتحدث باسم محوري تعز أعرب تحالف القوى السياسية لدعم شرعية في محافظة تعز عن ارتياحي للخطوات التي تمت على صعيد بسط نفوذ الدولة على كل المناطق المحررة في عاصمة المحافظة نعم ووصف التحالف في بيان قرارات محافظ المحافظة في هذا الاتجاه بالصائبة مجددا مسندته الكاملة لها ولكل ما من شأنه مراعاة مصلحة تعز والمصلحة العليا لأبنائها وشدد البيان وعلى ضرورة السعادة كل مباني ومقرات ومؤسسات الدولة البعيدة عن مواقع المواجهات وبما تقتضيه حاجة التحرير وبحسب تقدير اللجنة الأمنية داعيا إلى إعادة تموضع الوية ووحدات الجيش الوطني المتواجدة في وسط المدينة وانتقالها إلى مواقع تمكنها من متابعة المواجهات مع قوى الإقلاب الحوثية وتسليم المباني والمواقع التي تحت يدها للشرطة العسكرية والقوات الخاصة كما ناشدت تحالف الحكومة الشرعية والتحالف العربي لتوفير الدعم الكامل لسلطة المحلية في المحافظة والجيش الوطني وللأجهزة الأمنية فيها لتمكينها من القيام بدورها في تحليل المحافظة وبسط نفوضها عليها وأحلال الأمن والاستقرار لما فيها والقيام بدورها في تعقب وملاحقة الجماعات المتطرفة الخارجة عن القانون ودعا تحالف القوى السياسية لدعم الشرعية في محافظة تعز سكان المحافظة للاستفاف وراء السلطة المحلية وتأييدها والتعاون معها في كل ما من شأنه تحقيق مصلحة تعز والخروج بها من الأزمات والصعوبات التي تواجهها وتقديم مصلحة تعز على كل المصالح الضيقة المناطقية أو الحزبية وما زلنا في تعز حيث تسلمت قوات الجيش الوطني في المحافظة 30 عربة عسكرية دعما من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعود وقال المتحدث باسم الجيش في تعز العقيد عبد الباسط البحر إن التحالف العربي يدعم بقوة فرض سلطة الدولة في تعز والانتشار الأمني وأسهم بشكل كبير في سعادة مؤسسات الدولة وتأمين الحياة في المدينة بعد أيام من الفتنة والخلافات الواسعة وأضف في تصريح صحفيا سكان مدينة تعز عاصمة المحافظة يشعرون بارتياح كبير بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها وتم تسليم كافة مؤسسات الدولة وأصبحت تعز مربعا أمنيا واحدا وصفا واحدا في مواجهة الميليشيات الحطية الإيرانية التي كانت تحاول استغلال الفتنة لتنفيذ مخططاتها وأوضح المتحدث البحر أن الميليشيات حاولت خلال اليومين الماضيين استغلال الخلافات في تعز ونفذت هجوما بغطاء ناري كثيف على الدفاع الجوي شمالا والقصر الجمهوري شرقا ومواقع في مديرة الصل وجنوب تعز مشيرا إلى أن الجيش تصدى لها وألحق بها خسائر وأمن المواقع العسكرية وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات إذن سادت أجواء من الارتياح مختلف الأوساط الرسمية والشعبية والعسكرية لنجاح عملية تسليم واستلام المقرات الحكومية من قبل بعض أطراف في المقاومة إلى قوة الأمن الخاصة وشرطة العسكرية حين تحركت الدولة عادت مؤسساتها اليوم وبعد أسبوعين من انطلاق الحملة الأمنية تم تسليم المباني الحكومية في المربع الأمني من قبل كتائب أبي العباس لقوات الأمن الخاص ولذا حمل أبناء تعز القوات الخاصة المسؤولية الكاملة في حال حدوث أي تراخ أو تساهل يعيد الحياة لدائرة الحرب أشكر برضو كل الأطراف الذين وحدوا الكلمة وحدوا الكلمة وكان لهم دور كبير جدا والقيادة السلطة المحلية مهم أول ما ترجع أولا إنه طبعا تأمين المنشآت المنشآت الحيوية الذين منشآت المنشآت الدولة والثانية طبعا تحميات المربعات كامل الناس أخوة بشكل عام مؤسسات حيوية غدت ميتة بفعل الحرب ودخل التعز في صراع وعراك عليها لكنها اليوم وبحضور القيادات العسكرية واللجنات المشرفة على الاتفاق الموقع قبل يومين تسلمت قوات الأمن الخاص مبنى إدارة الأمن وقيادة المحور والشرطة العسكرية ومبنى المالية وضرائب والمواصلات ومبنى البريد الرئيسي وكل الدوائر الحكومية شرق المدينة جميع مؤسسات الدولة المتواجدة في مربع الشرقي كلها سلمت للأمن المركزي والشرطة العسكرية نشكر جميع من تعاون نشكر جميع من ساعد في هدية الوضع وحقنا الدماء ونعتبرها سحابة الصيف ومرات وعقب التسليم بدأت قوات الأمن الخاص بمباشرة عملها والانتشار في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية لتصبح تحت سيطرة الدولة وقواتها لكن هذا لا يكفي ولن يغير من الأمر شيء إذا لم يتم تفعيل هذه الدوائر الحكومية وإعادتها للخدمة حتى لا تكون ملجأا للعصابات الخارجة عن القانون يأتي هذا التسليم قبل ساعات من وصول تاعز لجنة عسكرية رفعة من المنطقة العسكرية الرابعة برئاسة اللواء الركن فضل حسن اللجنة الرفعة استقبلتها قيادة محور تاعز بحفاوة لتعرض عليها في اجتماع وضع الجيش والأمن في المدينة أما الجدير بالذكر فإن هذه اللجنة هي أول لجنة عسكرية لقيادات رفعة في هيئة الأركان تصل إلى مدينة تاعز والأهم من ذلك أن تنظر اللجنة لوضع تاعز وتعمل بجدية لبدء معركة التحرير التي تحتاج إلى سلاح وزاد والالتفات إلى أفراد الجيش الوطني عبدالعز الذبحاني يمن شباب تاعز دشن مكتب الأشغال العامة والطرقات في محافظات تاعز إعادة ترميم بعض المنشآت الحكومية في المربع الأمني بشرق مدينة تاعز وقال مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس عبدالحكيم الشميري قال إن عملية مناقصة ترميم المنشآت أقرت يوم أمس بعد عملية أو أقرت بعد استلام المباني الحكومية في أمس أقرت المناقصة حق المشاريع هذه واليوم باشرة الأشغال العسكرية عملت أعمال الترميمات في هذه المباني طبعا التكلفة ما بين 45 و60 مليون للمبنى كما وعيد اليوم إعادة ترميم بعض المنشآت الحكومية منها إدارة الشرطة العسكرية ومبنى الشرطة العسكرية من إدارة الأمن وكلية الآداب في موضوع آخر قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح إن القوات المسلحة التي تساندها دول التحالف العربي هي أمن الشعب اليمني في رفع معاناته التي يتجرعها جرى أنقلاب ميليشيا الحوثينة الإيرانية نعم وأشهد خلال لقائه في مدينة مأرب قادة عدد من المحاور والوحدات ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية بالجهود المفضولة في استكمال التحرير واستعادة بناء الجيش ومؤسساته بما يلبي المهام الوطنية التي ينفذها الجيش وبدعم أخوي صادق من قبل قوات تحالف دعم الشرعية وأكد الفريق محسن أن نجاح العمل العسكري يقتضي التكامل والترابط بين الوحدات المرابطة في الميدان وبين الهيئات والدوائر المختلفة التي تتولى مهام الدعم والإسناد والإشراف على مسرح العمليات الحربية وشدد نائب الرئيس على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتفعيل الأداء المؤسسي والرقابي والعمل على إيجاد أليات سريعة تتوائم مع احتياجات الجيش وتحركاته وتنسيق بين مختلف الدوائر والهيئات من جهة وبين المناطق والمحاور والوحدات من جهة أخرى من جهتهم قدم القادة تقارير عن الإنجاز والخطط المستقبلية والوسائل الهدفة لتجويد الأداء وضمان نجاح التنسيق قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر إن الجمهورية والدولة الاتحادية سوف تنتصر قريبا ضد ميليشيات الإنقلاب الحصيقة الإجرامية وأكد بن داغر خلال زيارة تفقدية له لللواء الأول مشاه بحري في سقطرة أن الحكومة ستمضي قدما وبخطا واثقة نحو بناء اليمن الجديد والدولة الاتحادية القوية القائمة على العضل والمساواة والحكم الرشيد بما يضمن العيش الكريمة لكافة اليمنيين وأضاف أن البلاد لا تزال تمر بظروف استثنائية ومعقدة جراء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيات الإنقلاب الحوثي المتمرد على كل القيم الوطنية وأشار رئيس الوزراء إلى أن الميليشيات عملت على تفكيك النسيج الاجتماعي وزادت من معاناة السكان في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها بقوة السلاح إلى جانب تدميرها مقدرات ومكتسبات البلاد وقتلت وشردت الشعب اليمني إلى موضوع آخر حيث استبعد مسؤول حكومي أي دور مقبل لإيران في أي عملية سياسية قادمة في اليمن وقال مختار الرحب مسشار وزير الإعلام ليمن شباب إنه لا يمكن لإيران أن تكون جزءا من الحل وإنما هي من أسباب المشكلة في اليمن مشيرا إلى أن إيران داعمة للإنقلاب ومزود للميليشيات الحوثية بالسلاح ومستمرة في دعم الحوثيين على مختلف الأصعيد وكشف الرحب عن مقترحات للحل قدمتها إيران أخيرها قبل شهرين وهي مبادرة للحل السياسي مؤكدا أنه لم يلتفت إليها أحد في استمرار إيران يعطل أي مبادرات لحلول سياسية كما قال مستشار وزير الإعلام إن خبراء إيرانيين كانوا داعمين لممثلي الميليشيا في مؤتمر بيل بسويسرا في جولة المفاوضات السابقة باعتبار أن الإيرانيين باعا طويلا في المفاوضات خصوصا وقد كان لهم مفاوضات مع الغرب في الملف النووي الإيراني وأضاف الرحب بالنسبة للموقف الأمريكي منذ أن جاء ترامب للسلطة فأنه موقف صارم من تدخل إيراني في المنطقة ووزير الخارجية الأمريكية الجديد لديه موقف متصلب من تدخلات إيران ونحن نأمل على مواقف وزير الخارجية وإدارة ترامب كما أوضح الرحب أن الحكومة اليمنية تشارك ولديها حضور في المؤتمرات الدولية وتعمل على إبراز خطر إيران على اليمن والأمن القومي العربي والدولي دعا رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر سلطات والأهالي في محافظة جزيرة سقطرة إلى عدم السماح لكل من تسوي له نفسه العبث بأمن واستقرار الأرخبي وحتى في كلمة له خلال اجتماع موسع مع قيادات مجلس أعيان أرخبي لسقطرة على وحدة الصف والالتفاف حول شرعية والقيادة السياسية ودفاع عن القيم الوطنية والثوابت السامية ورفض كل دعوات تمزق والاختلاف مشددا على أهمية تمسك نسيج الاجتماعي في كافة مدن وجزر الأرخبي وأشهد رئيس الوزراء بجهود وأدوار دول التحالف العربي بقيادة السعودية في نجة اليمن من التدخل الإيراني عبر الإنقلاب الحوثي على الدولة وفرضهم حربا عبثية طال دمارها الكثير من المحافظات اليمنية كما أكد بن دغر أن الحكومة ماضية في تنفيذ كافة المشاريع التي قد بدأت فيها في مدينة حديبو وكافة الجزر الأرخبيل انطلاقا من توجيهات الرئيس هذه معلنا أيضا عن رفع ميزانية المحافظة ودعم الاحتياجات الطارئة بشكل عاجل لكافة المشاريع الملحة في المحافظة يستعد قادة جنوبيون من بينهم مؤسسون للحراك الجنوبي السلمي لإشهار تكتل سياسيا داعم للحكومة الشرعية وقالت مصادر سياسية أن التكتل المرتقب إعلانوا خلال يومين سيحمل اسم الاتلاف الوطني الجنوبي ويضم مكونات من الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية وأيضا الحزاب السياسية وأكدت وثيقة الاتلاف التي حصلت قناة يمن شباب على نسخة منها أن الاتلاف الوطني الجنوبي يقوم على أسس ومرتكزات تمثل جملة المبادئ التي ينطلق منها في عمله متبثلة في دعم شرعية بقيدة الرئيس عبد الرب مصور هادي ودعم مشروع الدولة الاتحادية والالتزام بالمرجعيات الثلاث بشأن القضية اليمنية وكذلك التمسك بما يخص القضية الجنوبية في المرجعيات الثلاث وحلها حلا عادلا كما أشارت الوثيقة إلى أن الاتلاف يعد جزءا من العمل السياسي الوطني السلمي ورافدا للديمقراطية والمصالحة الوطنية الشاملة ووقع على وثيقة تأسيس نحو 11 قياديا يمثلون الحراك الجنوبية والمقاومة الجنوبية والمؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح وحركة النهضة والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وجبهة التحرير وحزب العدالة والبناء وحزب التجمع الوحدوي اليمني وحزب الرشاد وحزب البعث العربي الاشراكي بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة من وزراء وبرلمانيين وممثلين عن المكونات والفئات المجتمعية والمرأة والشباب ميدانيا قتل قيادي ميداني رفيع في ميليشيات الحوث الإيرانية في غارة لمقاتلات التحرف العربي في محافظة البيضاء واعترفت الميليشيا بمقتل أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة التابعة لها اللواء الركن المحمود محمد هادي النقيب وقامت له مراسم تشجيع في صنعاء ولقي القيادي النقيب مصرعه مع ثلاثة من مرافقية في غارة الاستدفى التجمع للميليشيات في المعهد الفني في مدرية السوادية في البيضاء السبت الماضي وقتل العشرات من قيادات ميليشيا الحوثيين خلال الأيام الماضية في عدد من جبهة القتال في مواجهة مع قوات الجيش وغارات لمقاتلات التحالف العربي آخرهم القيادي الحوثي صالح الصمد قام أمين العاصمة حفظ الله جميل بزيارة تفقدية إلى الخطوط الأمامية بجبهة نهم شرق العاصمة سرع وأشهد جميل بالتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش في هذه الجبهة والانتصارات الأخيرة التي تحققت على أيديهم وأضاف أننا لم نأتي إلى هنا زيارة فقط بل سنكون في مقدمة الصفوف الأمامية إلى جانب هؤلاء الأبطال للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وقام اللواء جميل بتكريم المبرزين في دورة مهارات قتالية في اللواء 133 بالشهائد التقديرية والمكافأة الملكة مشيدا ببطولاته وتضحياتهم في سبيل تحقيق النصر واستكمال تحليل العاصمة صنعاء من ميليشيات الإنقلاب كما أوضح أمين العاصمة أنه وجه بتجهيز سيارة إسعاف حديثة ومتكاملة لللواء 130 مدرع وسيتم تسلمها خلال اليومين القادمين في إطار دعم الخدمات الطبية العسكرية لقوات الجيش في جبهة نهم وأشهد أمين العاصمة بالروح القتالية العالية لقوات الجيش في جبهة نهم والمعنويات وروح الانضباط والاستبسال في التضحية في سبيل تحليل الوطن من الميليشيات الحوثية مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بأبطال الجيش والحثة على بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانتصارات الحاسمة واستكمال تحليل عاصمة صنعاء قريبا تصعيد حربي ينفذه التحالف وقوات الشرعية في جبهة الصعدة والبيضاء لتحريرهما وسحادة العاصمة صنعاء وسط إرباك وتصدع كبيرين في صفوف ميليشي الحوثين الإنقلابية نعم التقرير التالي يصلت الضوء أيضا على أخر المسجدات في جبهة البيضاء وسط البلاد والتي تشهد تقدما ملحوظا لقوات الشرعية نحو الجبهة العبدية ومعسكر السوادية في ردع التقدم الواسع الذي تحرزه قوات الجيش في صعدة والتمدد نحو مران بالتحديد مع قل عبد الملك الحوثي أجبر الحوثيين سحب كثير من مقاتليهم في جبهة الجوفي وصرواح ونقلهم إلى صعدة شمالية اليمن لفاعا عن كهوفهم وسيدهم فهد سنفذ الجيش من هذه الثغرة التي أوجدها والتواغل نحو خولا صنعاء أم أن فمت حسابات عسكرية أخرى ترجع هذا المخطط وتحول دون تنفيذه ومع زخم التقدم الذي تحققه قوات شرعية في صعدة يكثف التحالف العربي الذي تقوده السعودية قصفه المركز على مواقع الميليشية وقياداتها في العاصمة صنعاء وأوجد خرقا استخباراتيا في الصفوف الأولى للجماعة ناطق التحالف العقيد ترك المالكي أكد أن أربعة صواريخ باليسية أطلقتها الميليشية كانت متقهة نحو مدينة جازان السعودية فاعترضتهم منظومة الباتريوت الدفاعية تصعيد الحوثي قوبل برد جويا عنيف استهدف قيادات في الصف الأول للجماعة ضربات جوية قد تستهدف رأس الإرهاب الحوثي الذي انقلب على الدولة وشرعية المؤسسات وتخطيط حربي تنفذه ألوية شرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وفي البيضاء وسط اليمان يمضي الحسم بوتيرة أسرع من ذي قبل تحررت قانية وسقطت بعدها مناطق العر والمحجان ومسعودة باعا في قبضة الجيش الوطني وامتدت سيطرته على أجزاء من منطقة يسبل المحاذية لجبهة العبدية وفي هذه المعارك قسرت الميليشيا قيادات ميدانية بالعشرات أبرزها إسماعيل الغرباني ومحمد العزاني وحميد الكوريدي وهاشم محمد جحاف ودمر سلاح الجو أسلحتها الثقيلة قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي ونائبه الفريق محسن تشهيد بانتصارات الجيش في البيضاء وتعيد بالدعم اللازم ومحافظها اللواء الرصاص في اجتماع موسع له في مأرب بقيادات أمنية تابعة لمحافظته يناقش تأمين المناطق المحررة وإعداد خطط أمنية لتأمين ما سيتم تحريره مؤكدا دعم التحالف العربي ومتابعة قيادة الشرعية لسير المعركة بشكل متواصل ورغم شحة العتاد العسكري في البيضاء المعارك في جبهة ناطع مستمرة ومتواصلة كذلك في الشق الآخر باستكمال السيطرة على جبال يسبل والزحف نحو معسكر السوادية برداء وهناك سيقول الجيش كلمته عمر المقرمي ليمن شباب في شأن آخر أصدرت محاكم في صنع خاضعة لميليشي الحوطين الإيرانية أحكام إعدام جديدة ضد ثلاثة مختطفين بتهم باطلة من بينها التخابر مع السعودية نعم وقال مصدر حقوقي المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالعاصمة قضت بالإعدام تعزيرا على كل من محمد هادي علي ظافر وعيسى علي جبران محمد صلاح المعيني وبكيل دحان جابر أبو سعيد وأضاف أن المحكمة التي أصدر مجلس القضاء الأعلى أمس الاثنين قرارا بتعطيلها ونقل صلاحيتها إلى محكمة أقر إنشاؤها في مأرب أدانت المختطفين الثلاثة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وإعانة السعودية وحلفائها والقتال مع تنظيم القاعدة يأتي هذا بعد إصدار المحكمة في الشهر أو في الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضي أحكام المماثلة ضد ثمانية مختطفين من محافظة حجة أدنتهم بتهم ملفقة بالتخابر مع السعودية في الجانب الإنساني قال وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية إن الحكومة تعمل على جمع الوثائق والأدلة المتعلقة بتورط عشرات قيادات ميليشي الحوثين الإيرانية في جرائم حرب ضد الشعب اليمني إلى جانب زعماء المجلس السياسي والعسكري للميليشيا تمهدا لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية وأوضح الوزير عسكر أن لجلة وطنية جرى تشكيلها لتوثيق كل المعلومات عن القيادات العسكرية والسياسية والميدانية التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين أو شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ أعمال عسكرية أدت لقتل العزر من الأطفال والنساء وكبار السن أو تلك القيادات التي أمرت بتعذيب المعتقلين في سجون الميليشيا وأشار إلى أن الوزارة قدمت عددا من الملفات إلى فريق التحقيق الدولي الذي أرسله مجلس حقوق الإنسان تتضمن الجرائم التي نفذتها الميليشيا الحوثية بحق المواطنين وأضاف وزير حقوق الإنسان للحكومة اليمنية وبالتعاون مع دول التحالف دعم الشرعية في اليمن تقوم بجهود كبيرة لمواجهة اللعب الإيراني في المحافل الدولية ونجحت في كثير من المواقف وهناك تحركات تجري على الأرض لكشف هذه الميليشيات الإنقلابية وما زلنا في إطار الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون فقد قدم تقرير محلي صورة عن حجم الانتهاكات التي ترتكبها هذه الميليشيا الإجرامية بحق سكان محافظة صنعاء نعم وأوضح التقرير الذي أصدرته منظمة شهود أن الميليشيات ارتكبت أكثر من 4500 حالة انتهاك متوزعة بين القتل والإخفاء والتهجير وفق تعليق له على قناة يمن شباب فقد قال الصحفي محمد القليصي إن صعوبات تواجهها فرق الرصد في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات حيث يصبح الراصدون أنفسهم عرضة للاعتقال مشيرا إلى أن فرق الرصد المحلية نالت ما نالها من الانتهاكات وصلت إلى سجون الميليشيات الحوثية وأضاف بقوله أن ما تم رصده حول ضحايا هذه الانتهاكات قليل مشيرا إلى أن الحالات التي تم رصدها هي نماذجه فقط في وقت يخاف فيه شهود من الإفصاح عن الانتهاكات خوفا من انتهاكات جديدة قد تطالهم كعقاب من الميليشيا بسبب ما يكشفه عن هذه الانتهاكات وأكد القليصي أن صنعاء تعيش حالة انتهاك على مدى الساعات والأسابيع وهي محافظة تعيش تحت واقع احتلال وانتهاكات جسيمة وفي موضوع آخر قال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر إن مؤتمر إعادة الإعمار في اليمن سيعقد قبل نهاية العام الحالي وأضاف خلال ندوة عن إعادة الأمن والاستقرار والتنمية نظمتها جامعة الملك سعود في الرياض أن ميليشية الحوثية الإيرانية نهبت نحو ملياري دولار من مقدرات الشعب اليمني كانت على شكل أتاوى ورسوم جمركية وضرائب على إدخال المساعدات الإنسانية على الصعيد الميداني أشار السفير إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتت على بعد سبعين كيلومترا من ميناء الحديدة بعد أن كانت تبعد نحو مئتي كيلومتر كثفت حكومة أحمد عبيد بن دغر مؤخرا وبعد عودتها إلى عدن من تحركاتها في المناطق المحررة التي تستهدف تدشين بشاريع تنموية جديدة لأول مرة منذ دلاع الحرب قبل ثلاث سنوات كثفت حكومة أحمد عبيد بن دغر مؤخرا وبعد عودتها إلى عدن من تحركاتها في المناطق المحررة التي تستهدف تدشين مشاريع تنموية جديدة لأول مرة منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات وتوقفت عجلة التنمية في اليمن عقب سيطرة الحوثيين على الصنعاء في الواحد والعشرين من سبتمبر لعام 2014 حيث دخلت البلاد في دوامة الحرب والصراع وتأتي تحركات الحكومة في السياق الأولويات التي يتضمنها برنامجها لإعادة تطبيع الأوضاء وإعادة بناء المؤسسات الخدمية حيث دشنت الحكومة مؤخرا عددا من المشاريع الخدمية في عدن وحضر موت والجوف وأبيان وصو قطرة وتم وضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بالتوازي مع التفقد الميداني لمستوى الإنجاز في مشاريع تنموية أخرى وتسعى الحكومة بهذا الأداء المكثف الذي يرافقه مساعيها الجد لإعادة التفعيل الأمثل لعمل البنك المركزي اليمني في عدن بالتعاون مع مختلف الدوائر المالية الدولية يسعى إلى طي جدل كان أثاره منتقدوها في الفترات السابقة ويتركز الاهتمام العام للشرعية وفقا لبياناتها وتحركات قياداتها على مشاريع البنية التحتية والخدمات بخاصة مشاريع الطرقات ومشاريع المياه والكهرباء إذ يبدو أن حكومة بندغر ترمي إلى حسم ملف الطاقة الكهربائية في المقام الأول الذي يتقاطع مباشرة مع الحاجة الماسة للمواطنين ووضع نائب الرئيس علي محسن الأحمر الأربعاء الماضي حجر الأساس لمشروع شق وسفلتة طريق الجوف حضر موت وشوارع مدينة الحزم بطول 250 كيلومتر كما دشن بندغر يوم الاثنين توسعة ميناء السقطرة الذي شمل سفلتة طريق الميناء وتركيب منظومة إنارته وتشبيكه بالخطوط الكهربائية اللازمة وتأهيل مساحة تسليم البضائع والمبنى الإداري ومبنى جهاز أمن الميناء ويأمل المواطنين من تحركات الحكومة الأخيرة أن تعيد لهم الخدمات الأساسية التي فقدوها خلال فترة الحرب حيث توقفت الأجور وانعدمت فرص العمل وارتفع منسوب البطالة والفقر بشكل غير مسبوق في عدن أكدت شركة مصافي المحافظة توفر كميات الوقود من مادة الديزل المخصصي لمحطات الكهرباء لدى المصفى وقال ناصر شائف المسؤول الإعلامي لمصفى عدن إن كميات الوقود المخصص لمادة الكهرباء متوفرة ولا يوجد أي مشكلة في جانب توفير الوقود للمحطات أضاف أن شركة مصافي عدن قامت مساء أمس بضخ ألفي طن من مادة الديزل لمحطات توليد الكهرباء في عدن بحسب البرنامج اليومي وضخ ستمائة طن من الديزل وألف طن من المازوت لكهرباء حضرموت الحملة الأمنية لإزالة العشوائيات في العاصمة المؤقتة عدن مستمر في ظل تأييد وترحيب من قبل مختلف الأوساط الاجتماعية والرسمية هناك وظهرت دعوات وآمال شعبية من أن يبدل قائمون على الحملة حرصا على البسطة ومراعاة لأوضاع بعض عائلات محدودية الداخل ممن قد يتعرضون للضرر الفادح جرى هذه الحملة نتيجة لعدم توفر مأول لهم أو لأسرهم حملة أمنية في العاصمة المؤقتة عدن معززة بقوات مشتركة من أمن عدن وقوات الأمن الخاص لإزالة العشوائيات المستحدثة بعد الحرب والتي طالت عددا من الممتلكات العامة والخاصة وأراضي المواطنين مسنودة بدعم وتأييد شعبي كبير وزارة الداخلية قالت إن تنفيذ الحملة يأتي بموجب توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري وإشراف مباشر من نائب الوزير اللواء الرقن علي لخشع ومشاركة السلطة المحلية على مستوى عدن ومديرياتها ودعم شعبي كبير وأوضحت الداخلية أن الحملة تهدف لوضع حد للعبث والبص والتعدي الذي طال الكثير من الأراضي والعقارات والممتلكات الخاصة والعامة من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون وأن الحملة حققت نجاحا كبيرا في أيامها الأولى بإزالة عدد كبير من الاستحداثات والعشوائيات والبص بدون وجه حق أو مسوغ قانوني الحملة الأمنية ضد العشوائيات حظيت بإجماع شعبي ورسمي وإسناد من مختلف القوى والفعاليات الاجتماعية والسياسية في عدن وتأتي هذه الحملة الأمنية بعد حملات إعلامية ناشد فيها ناشطون وكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجهات الرسمية بالتدخل لحماية وجه عدن المدني والجميل وحفظ الحقوق الخاصة والعامة وبالرغم من التأييد والإسناد الشعبي للحملة ضد ظاهرة العشوائيات والبصط في عدن لا يخفي ناشطون مخاوفهم من أن تكون الحملة مجرد دعاية للقائمين عليها تستهدف المخالفين البسطاء وتستثني كبار الشخصيات والقوى التي تقف خلف عمليات البصط الكبرى لكن وزير الداخلية الميسري بدد هذه المخاوف لدى الرأي العام بقوله إن حملة إزالة العشوائيات والبصط على الأراضي والممتلكات العامة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن ستستمر حتى اكتمال أهدافها المرجوة وستشمل كافة مديريات المدينة ولن تستثني أحدا وتوعد الميسري بملاحقة الخارجين عن القانون الذين يحاولون اعتراض الحملة الأمنية والقض عليهم وتسليمهم للنيابة والقضاء لمحاكمتهم خطوة من خطوات عودة هيبة وحضور الدولة وإعادة الوجه الجميل لمدينة عدن مسنودة بدعم شعبي غير عادي يعكس مدى توقي المواطن لهيبة وسلطة الدولة ودعمه لأي خطوات تحفظ الحقوق وتكافح الظواهر السلبية الدخيلة التي تهدد استقرارا ومدنية عدن قدم مدير عامي مطار سيئون الدولية المهندس حسن بن طالب الكثيري استقالته من منصبي مدير المطار ووضح في تصريح لمن شباب إن سبب الاستقالة يعود إلى أن وضع المطار لم يعد مواطن للعمل وفق أنظمة ولوائح الطيران المدني وتدخل المتكرر من جهات حكومية لم يسميها في مهام وصلاحيات المدير العام بالإضافة إلى أسباب لا زال يحتفظ بها مراعاة للأوضاع الحالية وسيتم نشرها في الوقت المناسب حتى قوله استقالة مفاجئة لمدير عامي مطار سيئون الدولي المهندس حسن بن طالب الكثيري جاءت في وقت يمثل فيه المطار شريانا جويا لكثير من اليمنيين منذ اندلاع الحرب في 2015 وفيما يخص أسباب استقالة مدير عامي المطار قال الكثيري في تصريح ليمن شباب إن الاستقالة تعود إلى أن وضع المطار لم يعد مواتيا للعمل وفق أنظمة ولوائح الطيران المدني والتدخلات المتكررة من جهات حكومية لم يسميها في مهامه وصلاحياته بالإضافة إلى أسباب لا زال يحتفظ بها إلى وقت مناسب حتى قوله تراكمات مختلفة هي إذن مر بها المطار بدأت تتصاعد في بدايات العام الحالي حيث أعلنت النقابة العمالية بالمطار في مطلع مارس الماضي عن بدئها الإضراب الجزئي ومن ثم الكلي والذي نتج عنه تعليق الرحلات لمدة يومين في الرابع من إبريل المنصر وذلك للمطالبة بمستحقات مالية وأخرى تعود لمزايا مختلفة لم تصرف على مدى عامين ليفرز المشهد وقتها تصادمات وطريقا مسدودا بين النقابة العمالية وإدارة المطار سمح بدخول وساطات وتدخلات وصفت بالعليا من وزارة النقل وهيئة الطيران المدني اليمني والسلطات المحلية وهي ما أوجدت مخارج لاستمرار عمل المطار وقتها حيثيات أخرى مثلت عوائق تختص بالجوانب التشغيلية كنقص الوقود الخاص بالطائرات فمنذ مطلع العام الحالي قدمت إدارة المطار مناشدات متكررة للسلطات المحلية لتوفير وقود الطائرات والتي بنقصها تهدد في الوقت نفسه الملاحة الجوية تأثيرات عديدة قد تتركها صيغة الاستقالة المفاجئة لمدير المطار تتوجب من السلطات المحلية والمختصين بذل جهود مضاعفة لحلحلة المشكلات والعوائق ليبقى مطار سيئون الدولي يمارس دورا رياديا في تقديم خدماته الإنسانية والاقتصادية المختلفة عبدالله مؤمن يمي شباب سيئون حضر موت يسعد مركز المدنيين في النزاعات السفك لتنفيذ مشروع عن حماية المدنيين من أثار نزاعات المسلحة في ثلاث محافظات في البلاد نعم وسارض مماثلو المركز خلال اللقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميساري أهداف المشروع المقرر تنفيذه في محافظات عضا المأرب والجوف ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين تتضمن الأولى تقييم الفني للمعارف والقدرات والاحتياجات التدريبية لقوات الجيش والأمن في المحافظات المسادفة في مجال حماية المدنيين وتنفيذ ورش عمل خاصة لحماية المدنيين والتواصل مع المجتمعات المحلية في المرحلة الثانية من المشروع وأشد الوزير الميساري بالجهود الإنسانية لفريق المركز لمساعدة المدنيين في تجاوز الأظهر الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوط الإنقلابية المدعومة من إيران نعود إلى تعز حيث تظاهر العشرات من أبناء مديرة المسراخ في تعز للمطالبة بعدم إجراء أي تغيير لمدراء المديريات وقال مشاركون في المسيرة أن التغيرات في هذه الظروف الاستثنائية غير مناسبة باعتبار أن المدرية في حالة حرب ولازلت الميليشيات في أطرافها وأكد المتظاهرون دعمهم لقرار رئيس الجمهورية الذين قالوا أنه يقضي بعدم إجراء أي تغيير لمديري المديريات وشكر المشاركون من أسر شهداء ومشائخ وأعيان المسراخ مدير مديرية المسراخ يحيى إسماعيل مؤكدين أن الأولوية هي لسكمال تحرير المديرية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام اعتبر إسماعيل قائد قبهة وقد نظل من بداية الحرب إلى نهاية إلى يومنا هذا وما زلنا على الثغور ونريد استكمال التحرير المديرية ونحن الآن أبناء مديرية المسراخ بما فيها من مقاتلين بما فيها من رجال ونساء وأطفال نقول لا رفض للقرار وإنما أن القرار أتى في وقت غير صائب وفي وقت غير من مقدي فنحن الآن نطالب بالرجوع عن القرار ونطالب باستكمال تحرير المديرية المسراخ دشنت مؤسسة الحياة للإغثة والأعمال الإنسانية اليوم في مستشفى الهيئة العام في مقرب المرحلة الثالثة من مخيمها الطبية في اليمن بشاركة مع فريق ميديا جلوبال الطبي العالمي ضمن الأعمال الإنسانية التي يقدمها لمساعدة اليمنية حيث سيقوم الفريق بإجراء عمليات جراحية في عدد من التخصصات على يد مجموعة من الجراحين العالميين في عمليات جراحة العظام والجراحة العامة خلال الفترة من 3 أبريل إلى 3 مايو نهي أخبار المنتصف تابعتم فيه اللجنة الرئاسية والسلطة المحلية في تعز تؤكدان في اجتماع موسع ضرورة المضي قدما في استعادة كافة مؤسسات الدولة موسيقى ورئيس الزرايد وسلطاته وأهل السوقترة إلى عدم السماح بالعبط بأمن والسقرار الخبيل واستعدادات لإشارة كتل سياسي جنوبي دعم لشرعية كما تابعتم أيضا الميليشي تعترف بمصرع قيادي ميداني رفيع في البيضاء والحكومة تؤكد جمع أدلة ووثائق عن تبرط الميليشي في جرائم حرب تمهيدا لمحاكمتها موسيقى إذا مشاهدنا كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة اشتركوا مع رطيب المتابعة فيمان الله إلى الإطلاق اشتركوا في القناة